موسيقى صباح الخير لكل عزقنا المشاهدين لكل اللي ينضموا لإلنا لنترفق السوا خلال ساعتين من الوقت ضمن برنامجنا الصباحي على الموعد ودائما عبر مريم تيفي واليوم الكنيسة بتحتفل بعيد الطباوي كارلو أكوتيس هالطباوي اللي طبع الكنيسة بحياته الشاب بحياته وبتواصله عبر الإنترنت مع كل جيل الشباب اليوم هو علامة لتجدد إيماننا علامة للأداسة اللي كلنا مدعوين إنه نكون فيها بهالمسيرة سوى لنوصل لهالدعوة الأساسية إلى الأداسة وبهالمحطة اللي تعودنا عليها لنكون عم نتعرف أكتر على حياة الطباوي كارلو أكوتيس اللي ولد بلندن بثلاثة أيار 1991 وربوه ووالديه أندريا أكوتيس وأنطونيا سالزانو على الإيمان والالتزام بالحياة المسيحية وانتقلوا للعيش بمدينة ميلانو الإيطالية بعد أربعة شهر من ولادة ابنه كارلو وبسن السبع سنوات تقبل كارلو المناولة الأولى بميلانو وكان مغرم بالإفخارستية وهيكي بنقرأ كتير هالقول الشهير لإله اللي بيقول إنه الإفخارستية هي الطريق السريع نحو السماء أو الأوتوستراد على السماء اللي طبع حياته لكارلو هو مشاركته اليومية بالإداسة الإلهة وتلاوية الصلاة المسبحة الوردية والسجود أمام الكربان المقدس والسر التوبي كان يعترف أقله مرة كل أسبوع وهيك تلقى تعليمه بميلانو وأكمله بالمدرسة السنوية لليسوعيين وكان ضليع بالكمبيوتر وبشبكة الإنترنت وابتكر منصة خاصة لعرض المعجزات الإفخارستية حول العالم وهيك سنة الماضي بالألفين وعشرين وبيحفل التطويب اللي كان بعشرة تشرين الأول بيعتبروا البابا فرانسيس برسالة وجهها لشبيب العالم أن كارلو هو نموذج للقداسة الشبابية بالعصر الرقمي هاللي عم نعيش فيه ترك هالأرض وانتقل إلى السماء بـ 12 تشرين الأول 2006 بنفس السنة اللي أصيب فيها بمرض اللوكيميا أو سرطان الدم وكان له من العمر 15 سنة ودفن بأسيزي بناء على رغبته بـ 2013 فتتح الملف التحقيق الأبرشي بأبرشية لومبارديا الإيطالية واستمر حتى 13 أيار 2016 وبتشرين الأول 2016 قدم المجلس الطبي التابع لمجمع دعاوة الأديسين بالفاتيكان رأي إجابة بشأن معجزة منسوبة لشفاعة الطباوي كارلو أكوتيس وهي شفاق طفل بالبرازيل كان عانا من مرض نادر نتيجة تشوخ خلقي بالبانكرياس وهيك بعد إعلان فضائل هذا الطباوي أعلن أيضا العام الماضي تطويبه أكيد شفاعته معنا وتنتذكر دايما يمكن هيك من أجمل الأقوال اللي كان عم بيرددها إذا وقفنا وقفنا قدام الشمس نحصل على هالصمار اللي بتطبعنا في الشمس ولما نقف قدام يسوع بالإقربان المقدس منسير الديسين أكيد هو محطة اليوم لنتأمل مع هالطباوي الجديد بعلامات مضيئة بكنيستنا بعلامات رجاء رغم كل هالصعوبات اللي عم نعيشها ولكن بيبقى هالشهادة المقدسة الشهادة للإله الحي سوع المسيح من الديس اليوم مننتقل أكيد إلى النصيحة اللي رح نترافق فيها مع زينة سفير مرحبا معكم زينة سفير من الجديد اليوم نصحتنا الجديدة هي كيف نساعد الولد ليقدر يكون مركز أكتر كلنا بنعرف أن التركيز هو مشكلة العصر اليوم مع الولاد سواء كان بكل المواد و بكل الأعمار أول شي كرمانة هنقدر نساعد الولد على التركيز لازم نحضره ليقدر يكون قاعد بمحل يقدر يركز بين يكون أول شيء أكيد المحل يكون ريئ ما يكون في ضجح وليه ما يكون فيه ولادة عم تلعب أو ناس فاتة ظهرة على البيت لأنه هذا كتير هاية يشتك له تركيزه للولد أول شيء أهم شيء يكون قاعد مطرح ريئ تاني شيء نكون نحنا مأمني له ونحنا نكون عارفين إذا مش نحنا مأمني له هو معه كل الغراض اللي هو بيحاج إله كرمانة نتفدها ألا شيء ممكن يقوم من مطرحه لا يروح لمطرح تاني لا يجيب الغراض إن كان مصدرة إن كان ألم محاية ستيلو ورقة دفتر كتاب اللي هو حيال لمواد تالت شغلية اللي هي كمانة كتير مهمة إنه نبعد عنه وهيدا عن رب كتير كتير مهمة لأنه هيدا قافة المجتمع اليوم كل المواد كل المواد إذا بتكون الإلكترونية لأنه هيدا كتير هاية الولد اليوم يتشتت إن كان بصورة إن كان على إنترنت أو واتساب بقى هول كتير مهمين إنه ما يكونوا موجودين حده فلكن أهم الشيء للتركيز الولد يكون قاعد بمطرح ريق ما في درج حوله يكون كل الأمور اللي هو بحاجة إليها مأمني له إياها ومحطوطها حده وما يكون فيه عنده كمانة المواد الإلكترونية وكمانة شيء كتير مهم فيه ولادي يمكن ليكونوا مركزين أكتر بحاجة يكون معهم فيه فنحنا إذا شفتوا إنه ولدكم أو بنتكم ترتاح أكتر بالدرس بيصير عنده موتيفاسون ترتاح أكتر مع الدرس إذا كان فيه حدا شخص قاعد يتحدر فيه أو رفيق أو أخت أو خية هذا مش غلط كمانة بس أكيد بيكون هنا فيه مراقبة كيف عم بيشتغلوا سواء لما يكونوا عم بيضاعوا وقت بعضهم هذا كان كل شيء لليوم لنصيحتنا منرجع كمانة منكمل غير حلقة غير نصيحة كمانة عن التركيز بس للفل نيفو أعلى شوي أورفار أكيد شكرنا لزينا سفير لكل هالنصايح وهالتوجيهات لي يمكن هيك منستعملها أو منستخدمها بهالتقانيات الموجودة اليوم مع أولادنا لتربية أكتر سليمة ولهالتعلم اليوم اللي هيك يمكن هالمفهوم بلش شوي يتغير بعد أزمة كورونا والتعلم عن بعد ولكن كمان من أسرار النجاح اللي عم نترفق فيها مثل كل تلاتة اليوم كمان توقف عند مهارة جديدة وهي كيف نتمتع بالزكاء الانفعالي يمكن هيك هالزكاء الانفعالي شوي هالمفهوم بياخد أبعاد كبيرة وأبعاد بعيدة ولكن القول اللي بيجسد هالمفهوم هو أن الحياة عشرة بالمية منها عبارة عما يحدث لك هالشي اللي بيصير معنا بحياتنا هو عشرة بالمية ولكن تسعين بالمية منها هو كيف منستجيب ليلي بيصير معنا لما يحدث لنا وهالقول هو لتشارلز سويندل وهيك بيمثل الذكاء الانفعالي مكون أساسي لحياة هانئة ومتوازية أما التطبيق العمليني هاللي عم نعرضه مثل كل تلاتة كيف منقدر نتمتع بهالذكاء الانفعالي أول نصيحة هي أنه نتروى قبل ما نرد التروى هو يعني نكون عم نتفادى أنه نتصرف بشكل انفعالي ونرد بشكل فوري ضغري بطريقة ممكن أنه نكون عم نندم عليها فيما بعد لذلك هيدا الموضوع بيتطلب أولا أنه نكون صدقين مع نفسنا حيال ما نشعر به باللحظة سواء كان شعور بالغيرة أو الألم أو الغضب لأنه بهيدي اللحظة علينا أن نتريث نروء شوي قبل ما نرد بأي فعل لفظي أو حركي أو غير لفظي نتوقف عن الكلام لبعض الثواني إذا كنا وقفين نقعد لأنه الإنسان لما يقعد بيصير بحالة هدوء أكبر وبيتمالك أعصابه عند جلوسه وهيك ما نتوقع ما يتوقعوا أنه ضغري نرد وضغري يكون في عنا جواب المفتاح هو أنه نشتري الوقت نشتري لهالوقت لأنه لحتالي ما بعدين نندم ويمكن بهالكلمة مهلني بعض الوقت لفكر بالموضوع هو يكون سبب ناجح ليكون في هيدا الزكاء الانفعالة وما يكون عندنا ردة فعل مباشرة كرميل هيك اليوم ثاني مفتاح هو أنه نتحلى بأعلى درجات التعاطف شو يعني هالموضوع؟ من أروع المهارات اللي ممكن للمرء أمتي لك هي أنه أن يدرك شو هو شعور الآخر أني حط حالي أنا محل الآخر بهالموقف بهالكلمة بهالتصرف اللي قمت فيه وكيف ممكن يكون عم بعبر عنه لذلك كتير مهم هالمهارة نكون عم نبلش نطبقه وهيدا التعاطف في الحقيقة ما بيعني أني أنا أنطر لأفهم الآخر ولكن أنا استبق هالموضوع استبق فهمه وأعرف شو ممكن تكون ردة فعله تجاه التصرف اللي يمكن أنا قمت فيه وإزيت فيه وهيدا بيتطلب جهد وهيدا الجهد بده وقت وبده تدريب وبده ذهن وبده فعلا أني أعرف أشتري هيدا الوقت بثمنه لأحد تالي ما بعدين أقول ياريت ما قلت أو ياريت ما تصرفت بهالشوء بهالكلمة أو ما قلت هالكلمة أو هالتصرف وهيك يمكن نقدر نكون بلشنا بهالمصار التغييري بحياتنا ونبلش نفكر أنه اللي بيصير معنا بحياتنا هو عشرة بالمية ولكن ردت فعلنا وتصرفنا وجوابنا على اللي بيصير هو تسعين بالمية من حياتنا هيدا القاعدة اليوم اللي فعلا إذا أخدناها بحياتنا قادرة تكون عم تتغير نحو الأفضل ومن هالأسرار من أسرار النجاح اللي عم نتشارك فيها بهالكتاب لنيجل كامبرلند بدنا ننتقل اليوم إلى الخبر كمان الكنيسة اليوم اللي عم بتعيش هالمسيرة السينودوسية بسينودوس انطلق بالفاتيكان بتسعة وعشرة تشعين الأول الفين وواحدة وعشرين أعمال سينودوس الكنيسة الجديد حول موضوع المجمعية وهالمجمعية اللي قائمة على ثلاث قصص إخدين عنوان لها السينودوس الشركة المشاركة والرسالة وافتتح هذا السينودوس بحضور الأب الأقدس البابا فرانسيس بيروما وراح يستمر لمدة ثلاث سنين مقسمة للثلاث مراحل المرحلة الأبرشية القرية والعالمية وبتكون هالاستشارات هي نوع من تمييز تحضيراً لعقد المجمع أو السينودوس بتشرين الأول الفين وثلاثة وعشرين بيروما وهيكي منتذكر مع قديسة البابا فرانسيس بكلمته اللي أعلنه بعشر تشرين الأول تشرين الثاني 2015 بيقول فيها أحب أن أرى كنيسة مهتمة أقرب إلى أولئك الذين تم التخلي عنهم منسيون وغير كاملين أريد كنيسة سعيدة بوجه أم تفهم وترافق احملوا أيضاً احلموا عفواً احلموا أيضاً بهذه الكنيسة آمنوا بها كونوا خلاقين وهيدا السينودوس هو كمان فرصة جديدة اليوم بتنفتح قدام الكنيسة لنكون عم نمشي سوى نسيره معاً من أجل إعلان الإنجيل بوجه متجدد في عالم يحتاج إلى كلمة حياة ومع هالكلمة اللي محطتنا دايماً بتتوقف محطتنا الصباحية وفقارتنا بالتأمل مع الإنجيل اليوم لنقدر نكفي سوى بها المسيرة وبحياتنا وتكون فعلاً هالكلمة عم تكشف عن حقيقة حب الله عن حقيقة هذا التجسد للكلمة يسوع المسي خلنا نسمع سوى هالكلمة مين هو الخادم الأمين العائل يلي وكله سيده أنه يعطي خدمه طعام على الوقت طوبة لهالخادم يلي بيلاقيه سيده وقت اللي بيرجع عم يشتغل الحق بقلكن أنه بيوكله على كل أمواله أما إذا كان هالخادم شرير وقال بنفسه رح يتأخر سيدي صار يدرب رفقاته بياكل ويشرب مع السكرين ووقت اللي بيرجع سيده بيوم مش ناطره بساعة ما بيعرفه رح يمزقه تمزيق ويخلي مصيره مع المنافقين وهونيك بيكون البكاء وصريف الأسنان قدام هالكلمة اليوم وقدام يمكن هالمواقف وهالأفكار اللي لأوقات كتير بتجينا السؤال المطروح اليوم من هو سيدي ويمكن هيدا التأمل اللي بيخدنا على حياتنا الروحية اللي عم نعيشها ومع أي سيد نعيش اليوم أسياد هذا العالم كتار من المال من السلطة من الجنس من الشهوات من كل أنواع ممكن تكون عم بتكبل النافس ممكن تكون عم بتقيد الروح ممكن تكون عم بتحط غشاوة على عيوننا لندخل إلى العمق لنفوت إلى اللقاء مع السيد الحقيقي وهيدا اللقاء بيحول وبيغير وبيخلق حياة جديدة حياة روحية جديدة قادرين من خلالها نكون بكل بساطة عم نحيا وعم نعيش لذلك هيدا السؤال متى سيأتي سيدي لما بعرف هوية هذا السيد بقدر أرجع أسأل أمتا رح يجي والإنسان اللي بيعيش بحضرة الرب بيعرف أنه هذا السيد هو حاضر دوما هو الحاضر الغائب ويمكن اكتر اختبروا حضور الرب بحياتهم ولكن السؤال متى سيأتي هيدا الوعد اللي يسوع وعدنا يه وهيدا المجيء الثاني اللي الكنيسة كله بحالة انتظار لهذا الحضور وهذا المجيء الثاني للرب يسوع كرميل هيك اليوم يمكن هالتأمل بده يودينا أبعد أنا اليوم لمين عم بقدم حياتي مين عم بيكون السيد على حياتي والسيد هو اللي بيدبر هو اللي بيرعى هو اللي بيدير كل أبعاد ومفاصل حياتي ممكن يبقى الرب هو ضيف على حياتي بيجي وبيفل ولكن القرار اليوم أنه يكون هو السيد اللي عم يتصرف بحياتي وما انطر أي وقت بده يجي كون على سئة وإيمان أنه هو الحاضر دوما بحياتي كرميل هيك مع هالكلمة ننتقل إلى آية اليوم لنكون عم نختم فيها فكرتنا الصباحية اللي ترافقنا فيها وأكيد من بعد بريك وضيوفنا بانتظار أكيد بها الانتظارات وبها التسئولات وبها المواضيع اللي رح نكون اليوم عم من علاجها خليكون معنا وفي الغدي نظر يوحن يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه لكن ليظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء ترجمة نانسي قنقر